لماذا كثرة عدد الطلاق السريع أو الطلاق بعد شهرين وبعد ثلاثة ليه؟ الأول كنا ياه أيام أمهاتنا وأيام أبائنا كانت الأسرة كده ممسوكة بالحديد وبالاحترام وبالاحترام لكل منهما لأ دلوقتي أصبح الطلاق ردت عليه لأ أصل ضربني بالألم لأ أصل أمه بتعمل فيه إيه ده؟ إيه إحنا نظرنا لأولادنا لما طلبنا الطلاق نظرنا لأولادنا ولا نظرته لنفسي فقط وهو نظر لنفسي فقط لأ هو مدام تجوز علي أنا مش عسل ده فيه زوجات يا جماعة بكل أسف تقولك أفضل أن زوجي يصبح له عشيقة ولا يتزوج علي من أخرى يعني شوفوا أفكار مقت غريبة جدا على المجتمع بتاعنا يا جماعة يعني هل إحنا بنصل دلوقتي زي بعض البلاد اللي حرمت التعدد تماما وأباحت للمرأة أن تعشق أو تمشي أو مع عشيق ولا الرجل يتزوج عليها أباحت للرجل عفوا أن يمشي مع عشيق ولا يتزوج على زوجه طب هو لما يمشي على مع عشيق هي هتمشي مع مين الوطع واضح يعني هي هتمشي مع مين إذن إحنا المفروض يا جماعة نحيي القيم القيم الإسلامية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج فيها ميثاق غليز جعل الزواج فيها ميثاق غليز له أركانه له شروطه له واجباته له أدابه وده الزواج عندنا في الإسلام ولذلك تقريبا أنا الوحيدة اللي بقول أن الزواج العرفي مهما كانت صوره حرام 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 مهما كانت صوره حتى عرفنا والأهل عرفوا والأصدقاء عرفوا وكتبنا الورقة طب الورقة دي بقى أنا عايزة جيب حقي بيها أنا قطعتها وهي تقول لها شيري ورقة معايا قول لها لأ طب هتطلق إزاي لا طلاقة إلا بعد زواج زواج مشروع لأن ربنا جاب النجاح وبعدين عقب عليه بالطلاق إزا لم يستجم يستجم اللي اتنين مع بعض ويستمروا في المعيشة مع بعض فإزا يا جماعة إحنا بنقول لكم إيه اللي ينفع كون طب ما أنا كان ممكن أقول زي فلان وزي علان لا أنا بقى في الباب الندم كم من متزوجة زواجا عرفية لا تجدوا في يدها ما تثبت به أنها متزوجة عرفي وإن اسمه كذا ورقم بطاقته كذا والحاجات دي كيف تستطيع أن تدعي النسب لها كيف تستطيع كيف تستطيع ولذلك يعني إحنا مش عايزين يبقى فيه إغراء شيطاني من بعض الأزواج والزوجات للجوء لهذا الزواج